اعترف الهولندي رونالد كومان مدرب نادي برشلونة بتراجع فريقه خطوة هائلة إلى الوراء بعد خسارته أمام موظفه قادس بهدفين لهدف وحيد برسم الجولة الثالثة عشر من البطولة الإسبانية لكرة القدم وبعد أن مني بخسارته الرابعة في عشر مباريات هذا الموسم دمن الليجة قال كومان في تصريحات صحفية هذه خطوة هائلة إلى الوراء على صعيد احتمالات المنافسة على اللقب يجب أن نرى الأمور من هذه الزاوية ويحقق برشلونة بداية سيئة في الدور المحلي وضعته في المركز السابع بفارق 12 نقطة عن أتليتيكو مادريد المتصدر واستدرد كومان مدافع الندي الكتالونية السابق والقادم من تدريب المنتخب الهولندي النتيجة النهائية مخيبة يجب أن نكافح أن نتابع لكن هذا صعب فارق 12 نقطة مع فريق قوي مثل أتليتيكو يعتبر هائلا وأضف قادس العائد إلى دور الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006 برشلونة إلى لائحة ضحاياه بعد فوزه في المرحلة السادسة على أرض ريال مدريد حامل اللقب وثالث الترتيب راهنا